الموضوع معنا من الرياض الأستاذ سطام الحربي وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل حياك الله معنا أستاذ سطام في أم بي سي في أسبوع أبدأ معك في تعليقك حيال ما نشر في بعض الصحف يعني عن نتائج التوطين اللي يعني ربما ما زالت في انخفاض كما قالوا في ما نشر وخاصة في بعض الأنشطة بالمناطق وأيضا عدم التزام البعض بتلك القرارات حياك الله يا أخي عبد العزيز وسادة تغريد وشكرا لكم على الاستضافة ومساء الله الخير ومساء الخير للمشاهدين ومشاهدات ابتداءا اسمح لي أوضح آخر التحديثات في أرقام بيانات التوطين وسب التوطين من المصادر الرسمية وآخر ما في ذلك ارتفاع نسبة مشاركة السعودين لأعلى رقم لها في آخر خمس سنوات حيث وصلت وتجاوزت 21% أيضا دخل عندنا في سوق العمل خلال الشهرين الماضية أكثر من 81 ألف سعودي وسعودية دخلوا في سوق العمل رغم الأثار الاقتصادية لهذه الجائحة إضافة إلى العديد من أرقام مبشرة في الخير مثل ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بنسب تجاوزت 27% ويفوق المستهدف لعام 2020 والذي كان مخطط بأن يصل إلى 24% إضافة إلى عديد من المؤشرات عندنا زيارات التفتيشية والميدانية مؤشر آخر من الواقع الميداني حيث نقوم ويقوم فتشي ومفتشات بأكثر من 100 ألف زيارة شهريا تجاوزت نسبة الالتزام من خلال هذه الزيارات نسبة 94% أيضا الوزارة تعمل على عدة قنوات أخرى لمتابعة كما ذكرت عليات الالتزام تبدأ من برامج التقييم الذاتي التي تسمح لكل منشأ بتقييم مدى التزامها ذاتيا ومن خلال مرصة البلاغات التي تصل لنا من أفراد المجتمع وهم شركاء في الرقابة والتفتيش وغيرهم الأدوات الأخرى التي تثبت ولا الحمد أن التوطين مطبق بشكل جيد ونسبة الالتزام عالية أساس الطام يعني لو تكلمنا شوي عن عقبات اللي بتواجهوها تحديدا في برنامج التوطين أو برامج التوطين كلها وتطبيق أيضا برنامج حماية الأجور إيش هي نوعية هذه العقبات اللي بتعرق الجهودكم في هذين الجانبين تحديدا شكرا تغريد على السؤال ابتداءا نحاول نوضح مبدأنا في وزارة الموارد البشرية والتنمية اجتماعية في العمل مع أقطاع الخاص حيث نعمل على مبدأ للشراكة مع شركائنا في أقطاع الخاص لتدليل العقبات وقبل وصول للتحديات نعمل معهم بوسائل تواصل مباشرة عقدنا خلال يمكن العامين الماضية العديد من ورش حتى أثناء الجائحة كانت ورش تعقد بشكل متواصل عن طريق الاتصال الرقمي ومن خلال هذه الورش والاجتماعات والتواصل المباشر لرصد التحديات وتحويلها إلى فرص نتج عندنا أكثر من 120 فرصة تمثلت في مبادرات أغلبها أكثر من 70% طبق منها الآن في سوق العمل على سبيل المثال لو جئنا لحماية الأجور الذي ذكرته أيضاً حماية الأجور كانت أحد التحديات ومن خلال المناقشة مع شركائنا خرجنا في منتج جديد وهي منصة مدد منصة رقمية إلكترونية توفر الأدوات التقنية الرقمية لدفع رواتب العاملين ومتابعتها مما مكننا احنا في وزارة الموارد البشرية بضمان وصول حقوق المشتركين وحقوق العاملين والموظفين وصرف رواتبهم بالوقت والمقدار النظامي طيب السيد سلطام خلنا نتحدث بربما شفافية في جانب من الجوانب هل تعتقد من العقوبات المفروضة اليوم على المنشآت المخالفة كافية حتى أنها ترفع نسبة الانضباطية في قرارات التوطين لأنه يعني شايفين فيه مخالفات كثيرة شكرا أخي عبد العزيز أتفق معك على مبدأ الشفافية وهذا مبدأنا كما ذكرت لكم مع شركائنا لذلك العقوبة ليست هي الأدات المستخدمة في وزارة الموارد البشرية لضمان وتطبيق القارات هدفنا الرئيسي أنه احنا وشركائنا من أصحاب العمال نؤمن بهدف واحد ابتداء من توجيه سمو ولي العهد سيدي سمو الأمير محمد المسلمان بأن تصل نسبة التوطين أو تنخفض نسبة البطالة إلى 7% في 20-30 فهذا هدف لنا جميعا ونشترك في تحقيقه اليوم نلاحظ في الميدان التزام العالي من أصحاب العمال كل من يذهب اليوم لأي مكان أي نشاط تجاري يجد السعودي هو في المقدمة والمن يتولى هذه الأعمال هو من يقود هذه المهام إضافة إلى ارتفاع الوعي العالي لأصحاب العمال بقناعة ذاتية منهم صاحب العمل اليوم لا ينتظر قرار من وزارة الموارد البشرية أن توطي النشاط لدي قناعة ذاتية أن المواطن هو رأس المال الذي يستثمر فيه لما يدربه ويتعلم هو من يبقى في النهاية ويدير هذه الأعمال ويطورها ويكون ممكن لغيره من المواطنين من التحقون في العمل لا أخفيك نلجأ للعقوبات لكن في حالات استثنائية جدا إذا وجدنا عدم تعاون وفيات معينة من أصحاب الأعمال نلجأ لتطبيق العقوبة عن طريق المساء الرقابي الذي يعتبر أيضا ممكن لتطبيق هذه القارات ويوقع المخالفات والغرامات على غير ملتزمين نعلم أستاذ سطام أنه قبل كل خطوة بتتعلق بالتوطين بما أنه مشروع جدا مهم وأكيد رح يأخذ أكثر من خطوات مستقبلية لما تقرروا تعملوا أي خطوة في مجال التوطين ماذا تعمل الوزارة قبل هذه القرارات من ناحية تهيئات وتدريب العاملين في المجالات المستهدفة؟ نحن تغريد من منطلق اسم الوزارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نؤمن بأن الثروة البشرية هي رأس المال البشري في المنشآت العاملين في المنشآت لذلك قبل أي قرار هناك ثلاث مراحل رئيسية أي قرار يجب أن يمر فيها المراحل تبدأ من مرحلة التحليل والدراسة تحليل مدى إمكانية التوطين وقابلية النشاط للتوطين بيئة العمل ومناسبتها المهن المناسبة التوطين وتوفر العرض الكافي ثم ننتقل للمرحلة الثانية في تحديد البرامج التي تساعد على نجاح هذا القرار من دورات تدريبية وتأهيلية وممكنات للشباب والشابات لدخول سوق العمل ثم المرحلة الأخيرة هو نعمل فيها مع المنشآت في تقديم برامج الدعم عن طريق شركاء الوزارة أيضا مثل صندوق تنمية الموارد البشرية بنك التنمية الاجتماعي وغيرهم من الشركاء في الأجهزة الحكومية لتمكين صاحب العمل من نجاح في التوطين وكل هذه الخطوات تتم بشراكة أيضا مع أصحاب العمال في كل مرحلة وهذا والله الحمد اللي مكننا اليوم من خلال تقييم برامج التوطين التي تزرى وزارة ومن خلال تقييمها المستمر من مرحلة إطلاق ومعدة إطلاق نصل لأرقام عالية جدا في جميع هذه القارات وهدفنا وهدف أصحاب العمل دائما هو إنجاح هذه القارات وتمكين الشباب السعودي من المشاركة في سوق العمل نتمنى لكم بالتأكيد كل التوفيق ضيفنا من الرياضة الأستاذ سطام الحربي وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتفتيش وأيضا تطوير بيئة العمل